ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفَّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكم منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن يكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم سأل المسلمون ربهم في مطلع سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنتم يا عبادي تسألونني الهداية وأنا سأدلكم سأهديكم سأرشدكم سأعلمكم في هذا الكتاب ستجدون هدايتي وإرشادي ودلالتي لكم تتابعت الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعرف ونحن الآن في الأنفال وهكذا سائر سور القرآن الكريم وفيها تعليم من حضرة الله تعالى وإرشاد وهداية للعباد ليسعدوا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة وآيات اليوم تنتظم في هذا المعنى ولا تنسوا أن سورة الأنفال نزلت في أثناء سورة بدر بعدها بقليل أو قبلها بقليل أو في أثنائها في غزوة بدر قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله لأن المشركون الآن يريدون أن يهجموا على المسلمين الإسلام الآن الآن بدأت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة المسلمون لا سلاحة عندهم لا عتادة عندهم لا مالة كثيرا عندهم المشركون مدججون بالأسلحة مدججون بالأموال عندهم جند عندهم عدد ما الذي سيحدث؟ قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله يغنيك الله ينصرك الله يؤويك الله يمدك الله يعطيك الله وإذا أنت كنت في الصف الذي فيه رب العالمين فحسبك يكفيك طيب شمشان الأسلحة؟ حسبك الله شمشان المصاري؟ حسبك الله شمشان الإعلام؟ حسبك الله شمشان الجاه؟ حسبك الله أنت ابذل جهدك المستطاع ثم يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الآية تقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هذه الوا وحرف عطف ومن هذه معطوفة في تفسير لهذه الآية على نفذ الجلال الله يعني يكفيك الله والمؤمنون الذين اتبعوك عدد المسلمين في غزبة بدر تعلمون بأنهم كانوا 313 الله عز وجل قال له للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك الله والمؤمنون فهذا تفسير لهذه الآية ويكون المن معطوف على نفذ الجلال الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني والمؤمنون الذين اتبعوك لكن له شرح آخر هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هذه المن معطوف على الكاف يعني حسب النبي الله وحسب المؤمنين الله يعني كمان أنتم أيها المؤمنون يا أيها النبي حسبك الله ويا أيها الذين آمنوا كمان حسبكم الله يا شباب الذين آمنتم سيكفيكم الله يا بنات اللواتي التزمتم بالإيمان لا تخافوا حسبكم الله يا أيها النبي حسبك الله يعني ويا أيها الذين آمنوا الذين اتبعتم النبي كمان حسبكم الله وفي تقدير ثالث الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الذين آمنوا حسبهم الله فتكون هذه المن مبتدأ والواو عطفة جملي على جملي وفي هذا الكلام معنى كبير أيها الإخوة لكل أخي فيكم آمنة بس بشرط أن تتبع سيدنا محمدا بس تكون من المؤمنين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم سيكفيك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله بس شايفين بدوا يتبعوك هؤلاء المؤمنون يستوقفني شاب في الطريق يقول يا أستاذ أنا طالب في كلية الطب في الاختصاص في السنوات الأخيرة صار عمري سبع وعشرين سنة أنا مصمت بس ثلاث ليرات دهب بكل يعني حياتي عملت هيك أعمال وداومت بمشافي صمت ثلاث ليرات دهب يا أستاذ والله أنا متعب من التفكير كيف سأتزواج؟ فالجواب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله الله سيكفيك بس أنا بس معي ثلاث ليرات دهب وما عندي شي لا عندي بيت ولا غسالة ولا براد ولا غرفة نوم ولا غرفة قاعدة شو بدي ساوي؟ انت بس يلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبذل جهدك وما تخاف حسبك الله يكفيك الله يؤويك الله يعطيك الله في أب عنده خمس أولاد وعن يشتغل بمكانه يقبض مليونين ليرات شو يعمل؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كمان حسبهم الله سيكفيكم الله عز وجل الله الكافي الله الشافي الله المغني الله عز وجل المعطي الله المؤوي الله كفاك عندما كنت جنينا في بطن أمك والله كفاك عندما أخرجك من بين المهالك كامل الخلقة والله كفاك عندما صورك فأحسن صورتك والله سيكفيك عند زواجك وسيكفيك عند ولادة زوجتك وسيكفيك عندما تصير أسرتك كبيرة أنت بس كن من المؤمنين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم وابذل طاقتك بس هي شغلك وكافي هذا الكون سيكفيك ومعطي هذا الكون سيعطيك ورازق هذا الكون سيرزقك اطمئن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هؤلاء المجاهدون في غزة يفسرون لنا القرآن الكريم بس تفسيرا عمليا من دون أن يتكلموا ومن دون لقاءات صحفية ومن دون ظهور على الشاشات المراقبون من الخارج يقولون ماذا يفعل هؤلاء مو شايفين مو شايفين دول العالم تتكالب عليهم بس هم قرأوا القرآن وحفظوا القرآن وفهموا القرآن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله سيكفينا الله سيؤوينا الله سيعطينا وانت يا أخ وانت يا أخت أخت مكتوب كتابة وزوجها مسافر العاقد عليها وعملوا كتير جيد بسبب من الأسباب الشركة التي عمل بها في البلد البعيد أغلقت بالتالي هو وصفي بالعمل جلس أشهر يبحث عن عمل جديد فما وجد فعاد إلى الشم هلأ عاد هنا الآن سيبحث عن عمل عن عمل لكن هي تفاجأت بأنه الآن صفي بدون كان الدخله جيد بس الآن الدخل صفر كان بإمكانه يطالع عنده يعيش وعيشة جيدة بس الآن صفر بدأ الشيطان يحدثها أنه انت شو بيقعدك معه شو بيقعدك معه ما عد معه مصاري وطالعوا الشركة التي يعمل فيها سكري شو رأيك اسمه ما صار العرس تطلقي فجاءت هي وأمها ليسألاني إنه بنتي تردد تطلق تقول لها شو تتردد شو تتردد هذا يا بنتي زوجك وهذه سيرة الحياة حينا غنى وحينا فقر حينا قوة وحينا ضعف وإذا كل إمرأة افتقر زوجها بدأ تطلب الطلاق إذا لن تبقى أسرة موجودة على وجه الأرض طيب شنون بدي أكل أنا وياه شنون بدي يأمننا يعني لسه العرس والعفش والفرش يا أيها النبي حسبك الله مو حسبك الشركة مو حسبك المعاش الوظيفة مو حسبك الفيزا اللي انت محصلها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله رب العالمين سيكفيهم الله رب العالمين بس انتوا بذلوا جهدكم وآمنوا آمنوا خلي هذا الإيمان يستقر في القلب بأن الله هو الفعال الله الكافي الله المعطي خلاص أنت تبذي الجهد بس الله الذي يفعل وكن وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال أيها شايف يعني مع الإيمان ومع اتباع النبي بتكون تبزلوا الجهد خير قريش جاءت بألف وأنتو ثلاثمائة وثلاثة عشر قريش جاءت بعتاد وأنتو ما عندكم عتاد قريش جاءت بخيل وفرسان وأنتو ما عندكم إلا فارسين أو خيلان ما في مشكلة أنت بس بزلوا جهدكم يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال وأبشروا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني الواحد بعشرة هذه بشارة للمؤمنين أنهم إن آمنوا واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وبذلوا جهدهم فإن الله سيكرمهم الواحد منهم يستطيع أن يواجه عشرة من الكفار وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لما؟ بأنهم قوم لا يفقهون هؤلاء الكفار ما فهموا حقيقة هذا الكون بأن الله هو الفعال بأن الله هو المعطي بأن الله هو الرازق لذلك أنت بتشوف هؤلاء الكفار إذا افتقر أحدهم انتحر يحدثونك أن البلاد الأوروبية والأمريكية كل ثلاثة من المواطنين يحتاجون واحد منهم إلى طبيب نفسي مرضى نفسيون لما؟ لأنهم لا يفقهون ما فهموا أن الله هو الفعال ما فهموا أن الله هو الرزاق ما فهموا بأن الله هو الذي يدبر أمور الكون ظنوا بأن فعلهم بأن اجتهادهم بأن سعيهم هو الذي يفعل لذلك إذا أحدهم افتقر إذا أحدهم مريض إذا أحدهم كسر إذا أحدهم أصيب بالضعف تجده يهتز نفسياً والله يستر ما يذهب نحو الانتحار إيكم منكم عشرون وصابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أما أنتم أيها المؤمنون فهمتم أن الله هو الفعال بأن الله هو الرزاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لوحده هو وأبو بكر وألا عز وجل صد عنه قريش بخيط العنكبوت وقد قال الله تعالى إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بأوهن بيت بأضعف بيت الله صد صناضيد قريش الله لما بده يدفع عنك السوق ما بده دبابات ولا صواريخ ولا طيارات ولا جنزير ولا جيوش جرارة الله بيبعث بعوضة فتنصرك هذه البعوضة بيبعث جندي من جنوده اسمه النوم فينصرك بجندي اسمه النوم بيبعث جندي من جنوده اسمه الإيدز فيروس هش لا يرى بالمجاهر العادية والعلماء بيقولوا هش ضعيف إذا تحط عليه كحول بيروح قتل فيروس الإيدز من هؤلاء الشواذ ومدمنين المخدرات والفجار والكفار أدما قتلت الحربين العالميتين حربين العالميتين أولى والتاني خمسين مليون فيروس الإيدز روح أربعين مليون هذا رقم قديم الآن تحدث هذا العدل ما بده لا جيوش جرارة ولا دول كبيرة ولا دول صغيرة فيروس لا يرى بالعين المجردة وما يعلم جنود ربك إلا هو الله بيجيب جندي من جنوده لا يعلم به أحد فيتصرف في مملكته فإذا آمنتم بالله واتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم وبذلتم جهدكم فأبشروا بأن الواحد منكم يواجه عشر وعلى أقل تقدير قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين على أقل تقدير الواحد يواجه اثنين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بس التزموا هذا الصبر وهذا الجلد وهذا أمر كتير مهم يا أخوان في الجهاد والقتال وفي الحياة زوج زوجته صعبة شو بده يعمل والله مع الصابرين زوجه زوجها صعب شو بده يعمل والله مع الصابرين داعي يدعو إلى الله عز وجل فيؤذيه من حوله شو بده يعمل والله مع الصابرين مؤمن أصيب بمرض عضال شو بده يساوي والله مع الصابرين شاب عنده دوام بالجامعة وعنده دوام بالشغل ومسؤول عن والدته ومسؤول عن إخواته والبنات وفوق هيك في عندهم مشكلة بالبيت الذي يسكنونه الآن بده نيطالعون من البيت ما لنعرفان يومين بده نروح شو بده يعمل والله مع الصابرين فتاة مات أبوها وأخوها لا ينضبط بالتزاماته تجاه البيت وأمها امرأة مقعدة في البيت وهي عم تعمل بس شيء يرهقها كثيرا هذا العمل وما تستطيع أن تلحق بالنفقات شو بده تعمل والله مع الصابرين لكان يا شباب وطنوا أنفسكم على أن تواجهوا صعوبات الحياة بالصبر لا تكون ضعيفا لا تكون هشام لا تجيني بعد ما تكتب كتابك بشي شهرين تقول أنا ما عاد أقدر لا تجي بعد ما تتزوج بثمانة شهر تقول أنا خلص خلص استسلمت اتعبت ما عاد أقدر أتحمل شو ما عاد تقدر أتحمل ثمانة شهر يا رجل ما تقدر أتحمل والله مع الصابرين أنت يا بنتي على أساس متخرجة من كلية جامعية جاءتني فتاة ستة شهر صلوا مكتوب كتابها قال أستاذ أنا نفض صبري من هذا خطيبة يعني أو المعقود عليه قال الله يا لطيف ستة شهر نفض صبري والله فكرتك طالبة تروضة أنت يطالب الروضة الببه هذه اللي مناخده على الحيضانة بيصبر ستة شهر شبكي ستة شهر انهزمتي ولسه ما تجوزي لساعتك قاعدة عند أبوك وأمك يعني هو بيجين عنكم ضيف كل جمعة مرة ما تكوني يا بنت ضعيفة لا تكوني مهزوزة الله يحب الصابرين الله ما بيحب الجزعين وأنت يا شباب الله ما بيحب الذي يجزع ما بيحب الضعيف قبل ما سمعته شوي الله يكره التفاؤل ما بيحب يكون ضعيف كن يا أخي فاعلا كن عاملا كن مجتهدا كن صابرا يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا الله عم بيقول لكم صابروا يعني اصبروا صبرا شديدا هذا أعلم اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا أكتر كمان واتقوا الله لعلكم تصلحوا ثم قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تعلمون أيها الإخوة بعد غزوة بدر انتصر المسلمون وقتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والأسرى معه استشار أصحابه في الأسرى ماذا نفعل فبعضهم قال يا رسول الله هم قرابتك وبنوا عمومتك فلو فديتهم بالمال خلي يدفعوا المصاري ويروحوا عند أهليهم كان هذا قول أبي بكرين رضي الله تعالى عنه أما عمر قال يا رسول الله دعنا نقطع رؤوسهم حتى يعلم الله تعالى أنه لا تأخذنا فيهم يعني عزة ولا قرابة مع أنه أرأيبين نهدون بس خلينا مشركون خلينا نقتلهم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكرين فالأسرى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم من دون فداء خلاص روحوا هيك لوجه الله تعالى وبعضهم كانوا فقراء ويعرفون القراءة والكتابة قال لهم كل واحد منكم يعلم عشر من الصحابة القراءة والكتابة وخلاص نطلق سراحة طبعا ها تشوف قديش الإسلام يحترم العلم ثمن حياته وحريته أن يعلم عشر من الصحابة وبعضهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتدفع مصاري أربعون أوقية من الذهب بتروح لعند أهلك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ثلاثة كانوا شديدي العداء للمسلمين فالأسرى أربعة أنواع ناس النبي صلى الله عليه وسلم منع عليهم بالفداء من دون شيء وناس طلب إليهم أن يعلموا القراءة والكتابة للصحابة وناس أمرهم أن يدفعوا مالا ليفتدوا أنفسهم كانوا أغنياء معهم فلوس وناس أربعة أو ثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فلما كان هذا الأمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قول الله تعالى ما كان لنبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إنه يا محمد هذا التصرف وهذا الاجتهاد ليس صوابا كان ينبغي عليكم أن تقتلوهم هؤلاء لأنهم آذوا الله ورسولهم أما أنتم أيها الصحابة تريدون عرض الدنيا بتكون فلوس بس الله عز وجل يريد الآخرة من مصطحة الإسلام والمسلمين أن يقل عدد هؤلاء الكفار المشركين خاصة في المعركة الأولى والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سباق لولا أن الله عز وجل قضى أن لا يعذب أهل بدر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لكن الآن لستم مؤاخذين على هذه الفعلة كان أيها الإخوة من بين من من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء على أن يدفعوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس كان في صف المشركين والعباس كان غنيا فلما أسير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس افدي نفسك ادفع أربعين أوقية الذهب وافدي ابني أخيك كمان في اثنين من أولاد إخواتك محبوسين معك ادفع لكل واحد أربعين دير الذهب قال له يا ابن أخي يا محمد من اللي أنا المصاري يشوف معي مصاري خير الله هو العباس زنجيل أنا ما معي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما حال المال الذي أعطيته لأم الفضل هو العباس كن يده أبو الفضل وما حال المال الذي أعطيته لأم الفضل قبل أن تخرج إلى بدر وقلت لها إذا لم أرجع أنفقيه على نفسك وعلى أولادك وإذا رجعت فأنا أتصرف في المال فالعباس قال له وما يدريك والله ما كلمتها ومعنا أحد بحالي أنا ومرتي مبارح كنا عم نحكي وكان الوقت ليل قال أخبرني العزيز الحكيم فقال العباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم أنت يا عباس دفعت أربعين لير الدهب لا إلاك وأربعين لأبن أخوك وأربعين لأبن أخوك الله سيعطيك خيرا مما أخذ منك كان سيدنا العباس يقول والله كنت أتمنى أن يأخذوا أكثر مما أخذوا مني لأن الله قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني سيدنا العباس الله يرضى عنه أسلم وحسن إسلامه وآتاه الله تعالى مالا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك الله عن بيئله للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين الأسرة إذا أظهروا لك الإسلام لكنهم يريدوا الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد أخانوا الله من قبل فأمكن منهم ماهن بالأصل كانوا كفار وأله مكنك يا محمد في غزوة بدر منهم والله عليم حكيم يا أيها الإخوة تتكرر آيات القرآن الكريم لتدعو هذا المؤمن إلى أن يطمئن قلبه بإيمانه وإلى أن يتلقى تعاليمه من آيات القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا سعادة لنا ولا هناء لنا أفراداً وأسراً ومجتمعاً أيما أخ منكم يصدق مع الله إن شاء الله كلكم بتصيروا صادقين مع الله ذكوراً وإناثاً أيما أخ يصدق مع الله عز وجل أو أخت فيمتثل أوامره فيما استطع كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان إذا بايع الرجل على الإسلام وعلى امتثال أوامر الله عز وجل يقول له قل فيما استطعت وإنت الله ما بكلفك فوق طاقتك لكن يكلفك طاقتك فأيما أخ منكم يصدق مع الله عز وجل أو أخت ويمتثل أوامر الله ورسوله فيما استطع والله الله لا يرفع عنك ولا يعزنك ولا يعطينك ما لا يخطر لك على بل لكن من خالف أوامر الله من خالف هذا الدليل الإرشادي فليتحمل وزر نفسه نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر